تمثلا الترقوة أحضر يحدث على الحليب المكسف الحليب المكسف احنا بنعمله بطريقتين أستاذينك يا آية نزل طريقة الحليب المكسف اللي هي السريعة تسلميلي عندنا طريقتين للحليب المكسف الحليب المكسف السريع اللي هو بنضربه كله في الخلاط مع بعضه وبقى عندنا حليب مكسف بيتعمل في سويني وفيه الحليب المكسف اللي هو الطويل المدعى أو الأسفل الطويل اللي بياخد وقت معنا مش السريع بنستخدم له وإيه بنستخدم له حليب وسكر وبكن بودر وفانيليا تمام طيب ده بالنسبة لنا هنا كمصر التراكوة بيستخدموه على انه مربة حليب ديه على انه مربة حليب بس خلوا بالك انه باخد وقت كبير احنا علشان نوصل علشان نوصل لده كده احنا طبعا لو حطناه في التلاجة شوية هيمسك اكتر من كده كمان علشان نوصل لللون دوت والسمك كده مش قادر اقول لكم احنا قعدناه على النار قدي على النار هدجة خالص ومطلوب منينا ان احنا كل شوية نقلبه علشان يطلع علينا السمك والشكل اللي في المنتهى الجمال ده احنا كمصريين بنستخدم ده كحليب مكسف ممكن ما يبقاش غامق كده ممكن نحط له فانيليا اللي هي البودر عشان ما يطلعش معنا غامق بالشكل ده طيب قلتلكو في التراكوة بيتقلوه شوية بيسيبوه شوية كمان على النار ما بيحطوش الفانيليا البودر الا في الاخر خالص علشان ما تغيرش اللون بتاعه لو هي سيلة بيحطوها في الاخر خالص وبيتقلوها شوية وبيستخدموه على انه مربة حليب بيستخدموه ازاي بيحطوا عيش توست او العيش اللي هو الفينو زي اللي عندنا كده بيحمصوه وياخدوا منها بالبطرامون كده يحطوها على العيش الفينو او التوست وبياكلوه كالنوع من انواع المربة طيب ما اديرو ايه هتنزل على الشاشة دلوقتي وهنحطوه على النار ويا مساهل على اخر الحلقة الله اعلم بقى اذا كان هينفع ان هو يوصل للسمك اللي احنا عايزينه او لا بس اهم حاجة احنا عاملين منه نسخة عشان اوليكو هيوصل لقديه عايزة لتر حليب معاي كوباية سكر معاي معلقة كبيرة بيكينج بودر وفانيليا الفانيليا هنحطها في الاخر خالص قادي عندي بسم الله الرحمن الرحيم اللتر حليب وقادي كوباية السكر وقادي معلقة البيكين بودر كل دا يتقلب معايا كويس قوي بالشكل دا كده نلدوب معانا خالص بسم الله الرحمن الرحيم وصا مجرد ما حطينا البيكين بودر اهو ندويبه كويس قوي مع السكر مع الحليب قبل ما يترفع على النار كده البيكين بودر هو اللي بيساعد ان السكر مع الحليب ان هوم يتقلوا بالشكل دا كده ندوب خالص برا علشان ما يتحطيش على النار ويبدأ السكر بتاعنا يكرمل كده تدوبنا خالص اهو تأكدنا ان السكر داب خالص تعالوا بقى نرفعه على النار على نار هادية خالص كده كده كل شوية يقلبه علشان لما يتقل معايا مش عايزا يتلسع في الحلة من تحت وبعد كده ارجع على ايه في حاجات بني انا مش حباه البيكين بودر هو اللي يخلي يتقل معانا ويدينا السمك اللي احنا عايزين هنسيبه على النار وكل شوية هنقلبه الحليب بتاعنا بدأ يتقل حايز اهدى النار عليه خالص خالص يعني تعتبر كده الشغلة بتاعت القهوة بصو البيكين بودر هيخليه يتقل ويوصل للسمك اللي احنا عايزين كل شوية هنقلبه علشان ما يلزقش معانا طيب احنا كل شوية بنقلبها بصو بدأت ان هي تتقل اللون بتاعها بدأ يغمق شوية من غير ما نحط فانيليا ولا نحط اي حاجة خالص بالشكل ده هنبدأ لسيبنها برضو على النار علشان تاخد الصمك بتاعها طيب عندي الحليب المكسف بقى او مربط الحليب اللي احنا عاملين منه النصحة وحطناه في التلاجة تركوا بصو لو سبناه في التلاجة شوية هيبدأ يتقل أكتر بالشكل ده كده تعالوا بقى نحطه ونقدمه بسم الله في بقى كمان الحليب المكسف اللي هو السريع اللي انا قلتلكو عليه هينزل معانا دلوقتي على الشاشة موجود دلوقتي معانا على الشاشة الحليب المكسف اللي هو السريع هنحتاج ايه كباية مية مغلية وربع كباية من الزبدة كبايتين حليب بودر كبايتين سكر ورشة بنا بنعمل ايه بنحط كل ده في الخلاط بنحط كل ده في الخلاط وبندربه كويس قوي بيطلع معانا حليب مكسف ولا بنحتاج يتحط على النار ولا بيحتاج ان هو ياخد وقت معانا كبير ولا اي حاجة خلص يبقى احنا كده عندنا طريقة الحليب المكسف السريع اللي نزلت مقاديره على الشاشة عشان في واحدة حبيبتنا طلبتهم بارح على الصفحة وانا قلتلها ان شاء الله هنعمله بكرة واللي في ادينا ده الحليب المكسف اللي هو البطيق قوي وفي نفس الوقت بالنسبة للمطبخ التوركي بيسموه مربة الحليب بس بيبقى أتقل من كده شوية كمان وبيستخدموه بيحطوه بيستخدموه زي المربة بالزبط على عيش طوست وعلى العيش الفينو المحمص كده بيبقى في منتهى الجميل بالشكل ده كده نجد بولا نحط فيها التانية او سوسيرة بالشكل ده كرحته ولونه في منتهى الجميل ده الحليب المكسف بتاعنا البطيق او مربة الحليب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا